بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. ان شاء الله الان في هذا الفيديو راح نشرح لكم شابتة اتناعش ثري فيز سيركتس. بداية لازم نعرف شو يعني ثري فيز سيركتس. الانظمة اللي احنا تعاملنا معها قبل ايه كانت كلها سنجل فيز. الان تكون عندي نظام اسمه ثري فيز. شو يعني ثري فيز? الآن الانظمة السنجل فيز اللي احنا كنا نتعامل معها. احنا جمعنا ثلاث انظمة سنجل فيز. اذا احنا جمعنا ثري سنجل فيز جمعناهم مع بعض. لهم نفس القيمة. نفس القيمة ولكن في بينهم ازاحة مية وعشرين درجة. اذا الان ثري فيز سيستم هو عبارة عن نظام مكوم من انضمام ثري سنجل فيز مع بعض. لهم نفس القيمة ولكن في بينهم ازاحة مية وعشرين درجة. الان احنا ليش احنا سميناه نظام ثري فيز. بازاب وجود ثلاث تيارات بتمر لانه كل التيار بمر في سنجل فيز سبب وجود ثلاث تيارات في كل فيز كل تيار الو نفس القيمة ولكن في بينهم ازاحة مية وعشرين درجة اللي هي بتكون الدائرة اللي هي بتكون من ثلاثمية وستين درجة. الان ليش احنا منستخدم هذا النظام لانه ليش احنا مستخدم نظام ثري فيز مش في اغلب العمليات لانه هالنظام فيه يتميز بقدرات كبيرة واستقرارية كبيرة ويحظى ويحظى بكفاءة ممتازة. اذا هالنظام له قدرة كبيرة واستقرارية كبيرة وإلو كفاءة ممتازة عشانك احنا مستخدم نظام ثري فيز بدل من الآن اول اشي فينا نوعين لنظام الثري فيز او كيفية التوصيل لها اه نوعين والنيغاتف سيكونز اللي نسميه والنيغاتف سيكونز اي سي بي لازم احنا نميز بينهم عشان نعرف كيف كيفية التوصيل. الان احنا حكينا في بين كل فاز وفاز في بين في في ازاحة مقدارها مية وعشرين درجة. الان اي والبي والسي هي الفازات. سمينا واحد اي واحد بي واحد سي. اول اشي زي ما احنا بنعرف ال في اي اعتبرنا انه ال اي هي الريفرنس في ماكس من كوسان الاميغة تي اعتبرناها الريفرنس عند الصفر. زاويتها عبارة عن صفر. ال في في بتكون البي متأخرة عن ال اي بمقدار مية وعشرين درجة. كيف يعني يعني في ماكس كوسان الاميغة تي ناقص مية وعشرين. والفي سي في منحطها مو يا اما سالب ميتان واربعين يا اما موجب مية وعشرين. اذا احنا اول اول نوع عنا اللي هو ال احنا بنعتبرها دائما الريفرنس اللي هي بتكون يا اما صفر يا اما زاوية معينة ولكن احنا بنعتبرها الريفرنس. البي بتكون بالبوزيتف سيكونس سالب مية وعشرين بالنسبة لزاوية ايه. والسي يا اما موجب مية وعشرين يا اما سالب ميتان واربعين نفس الاشي لانه الدار اه الدائرة لو جيتها سالب ميتان واربعين هي نفسها موجب مية وعشرين. الان هسا لو كتبناه بنظام البولر ال في اي تساوي في ماكس في الزاوية صفر. ال في بي تساوي في ماكس في زاوية سالب مية وعشرين والفي سي ساوي في زاوية موجب مية وعشرين. الان لو احنا جينا نرسمهم على بشكل بياني. اول اشي انا هون عندي الفي اي احنا رسمناها كرفرنس رسمناها عزير اه على الاكس بلين. هاي الفي اي. هسا احنا في عندي الفي بي. الفي بي مزاحة عن الفي اي بزاوي سالب مية وعشرين درجة. اذا نزلنا سالب مية وعشرين. ورسمنا في بي. طيب. الفي سي موجب مية وعشرين او سالب ميتين واربعين. لو جينا من هون سالب ميتين واربعين بنيجي هون او موجب مية وعشرين نفس الاشي. اذا هاي الفي سي. اذا هذا احنا احنا بنسميه نظام اي بي سي. اي بي سي. اي بي سي. لو اجينا احنا مشينا مع عقارب الساعة. اي بي سي. بالتالي لازم احنا دائما نعرف انه في النظام او البي متأخرا عن اي اذا بنط بس نوجد احنا قيمة اي منطرح منها زاويتها منطرح منها 120 ومنوجد منها B وإذا زدنا عليها 120 منوجد منها C إذن القيمتهم اللي هون الماغنيتود إلهم نفس الماغنيتود إذن إحنا ما منضطر نوجد أكثر من قيمة إحنا منوجد مثلا قيمة A ومنعمل بس إزاحة 120 درجة عشان نوجد B و C الآن ننتقل للنوع الثاني اللي هو negative sequence negative sequence A C B بنفس نظام positive sequence ولكن تغيير بسيط مكان B بتنحط مكان C إحنا دائما حكينا الأي بتكون ريفرنس بتكون زاويتها حسب زاويتها ممكن صفر ممكن ثلاثين ممكن أربعين شو ما كانت ولكن الفكرة بالشفت والإزاحة اللي إحنا بنعملها عشان B و عشان C الآن ال V A مثلا هون اعتبرناها أنه V max في زاويتها صفر أخذناها ريفرنس ال V B الآن في ال positive sequence كان V B ناقص 120 الآن صارت موجب 120 وال V C كانت موجب 120 صارت ناقص 120 إذا إحنا بس بدلنا بين B و C عشان هيك إحنا سميناها A C B طيب لو جينا إحنا رسمناها بشكل بياني لو هون رسمنا V A اللي هو الريفرنس بزاوية صفر ال V B هون عندي بزاوية 120 هيا بزاوية 120 و V C بزاوية سالب 120 إحنا هيك رسمناها إذن الآن ليش إحنا سميناها A C B لأنه لو ماشينا مع قرب ساعة A C B إذن هاي سبب تسميتها إذن في هاي الأنظمة ال positive sequence وال negative sequence لازم نعرف إحنا شو اللي إحنا نزيد له 120 وشو اللي نطرح منه 120 الآن في ال positive sequence أو negative sequence على حد سواء النوعين إحنا ما منضطر نوجد A وال B وال C ثلاث خطوات إحنا فقط منوجد قيمة A لأنه إحنا عندنا نظام balanced يعني نظام متزن يعني A وال B وال C متساويات إحنا منوجد قيمة A والماغنيتود اللي بتكون موجودة ونهي نفسها للثلاث ولكن إحنا بس منشفت الزاو نعملها إزاحة لو كان عندي نظام ABC ال B منطرح منه 120 وال C منزيد 120 إذا كان negative sequence منعمل طبعا العكس ال B منزيد الها 120 وال C منطرح منها 120 الآن لو شفنا إحنا كيفية ترسمها على شكل موجات نظام ABC sequence لو إحنا رسمنا نظام ABC sequence كيفية ترسمها على موجات إحنا حكينا ABC sequence بدأ تكون عندي ال A عندي الصفر مثلا إحنا اعتبرنا هون عندي الصفر هاي موجة A بلشت من عندي الصفر موجة B موجة B متى بلشت سالب 120 يعني بعد A ب120 درجة لو إحنا اعتبرنا هذا البلين عبارة عن درجات إذن بعد D ب120 درجة بلشت عندي موجة B طيب موجة C موجة ب120 درجة إذن قبل A ب120 درجة وهي هي تمثيل ABC sequence على شكل موجات طبعا هو ممكن يكون الجهد أو 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 التيار نفس الإشي لأنه لو أوجدنا الجهد بننشفت لو أوجدنا التيار بننشفت هذا النظام بنطبق على الجهد وعلى التيار بنفس الوقت الآن أنا كيفي عندي كيفية التوصيل عندي نوعين من التوصيل في نظام نوعين من التوصيل عندي أول توصيل اسمه Y Y Y و دلتا إذا عندي نوعين من أنواع التوصيل Y و دلتا و نحن ندخل في أول نوع اللي هو توصيلة Y اللي هي من اسمها توصيلة Y على شكل حرف Y ولكن هون Y مقلوب هاي Y زي هيك على شكل حرف Y عشان هيك إحنا سمناها Y connection هسا في توصيلة Y لو إحنا يجينا رسمنا زي هيك عشان نوضح شوه المقصود عننا هسا زي ما نلاحظ نظام إحنا كنا دائما نتعامل زي هيك مع دارة وحدة مثلا اللي هون هي تعتبر وهون هاي لحالة تعتبر ولكن إحنا جمعنا صار عندي نظام الموجود عندي هون الآن أنا في عندي هذا مصدر طبعا مو إحنا بنعتبره أو يعني مولد أو مصدر جهد إلى آخرية وهون أنا في عندي نظام الثاني تبع الآن هاي الموجودة عندي إحنا إيش منسميها إحنا منسميها دائما هسا في عندي مصطلحين لازم إحنا نميز بينهم طيب إذا أنا كان في عندي بين الفيز والنيوترال هاي نقطة النيوترال نقطة التعادل إذا بين وإن إحنا منسميها بين يعني بين فازين منسميها إذن لو عنا بدأ أوجد الجهد بين الجهد بين الجهد بين الجهد بين الجهد بين الجهد بين طيب طيب إذا أنا بدأ أجد إذا أنا بدأ أجد أجد V بين A و B نسميها V A B هاي الشغلات لازم إحنا نميز بينها ونحددها مباشر لأنه دائما راح ننسأل V أو V أنت لحالة بدي تكون عارف شو يعني وشو يعني نكرر بس آخر مرة اللي هي الجهد بين بين الفاز A والفاز B هاي منسميها V وبين A وال نيوترال منسميها التيار الموجود عندي هون أنا إيش منسميه منسميه I line I تبع line I تبع الخط خط النقل طيب هسا شو هي الآي فيز الآي فيز هو التيار البدخل جوه الفاز احنا حكينا المنطقة هي احنا منسميها الفاز طيب هل التيار هون هو نفسه تيار اللاين في توصيلة Y نعم آي فيز تساوي لأنه التيار بمرق هون هاي احنا منلاحظ نفسه لأنه هون نفسه طيب هسا أنا كيف بدأ وجد قيمة هاي وموجود عندي قيمة اللي هون تساوي جذر الثلاث في القيمة ولكن منشفت زاويتها كمان ثلاثين درجة موجب على فرض أنا عندي هون تساوي تساوي واحد بزاوي مثلا خمسين الآن شو بتكون الفي لاين بتكون الفي لاين تساوي جذر الثلاث في الفي فيز كم قيمة الفي فيز واحد بزاوي خمسين في طبعا الزاوي الثلاثين منشفتها ثلاثين درجة الآن بتصفي جذر الثلاث احنا منضرب الأرقام لحال الزوايا منجمعهم في حالة الضرب ثلاثين زائد خمسين في زاوي ثمانين هيك احنا منحسب بالفي لاين إذن في نظام في نظام لأنه أنا بحسب على السورس بكون عندي هي نفس والفي لاين ساوي جذر ثلاث وزاويتها منشفتها ثلاثين درجة موجب منضيف عليها ثلاثين درجة موجب الآن نشوف النظام الثاني بالتوصيل كيفية التوصيل بالنظام اللي هو الدلتا احنا عنا نوعين من التوصيل وي ودلتا الآن الدلتا من اسمها دلتا له على شكل مثلث بكون كافية التوصيل على شكل مثلث دائما احنا لازم نميز بين والفيز حكينا هاي اهم اشي احنا لازم ميز فيه عشان نعرف نحل حكينا بين بين هاي بين وبي طيب هسا provi اللي هون جوه هاي احنا من سميها طيب احنا منلاحد فيه توصيل الدلتا انه تساوي لانه من هون لهن احنا عكينا هي طيب من هون لهون عشان نحنا منلاحد نفس اللي هون نفس اللي هون لانه ما في بينهم اشي وبالتالي في توصيل الدلتا تساوي هاي من اهم خصاص توصيل الدلتا طيب هسا الآي اللي بمرق هون احنا منسميه تفقنا عليه انه اي لاين اي اللي على خط النقل اللي بمرق من هون طيب هسا انا هون بمرق عندي تيار وهون بمرق عندي تيار وهون بمرق عندي تيار جوه الفيز احنا حكينا اي الفيز والاي اللي جوه اللي عندي الفيز الاي بمرق جوه الفيز هذا منسميه اي فيز واي لاين الاي اللي برا بكون موجود على خط النقل طيب هسا الاي لاين اللي برا اللي موجود عندي هون كيف بدي احسبوه جذري الثلاث في آيفاز آيفاز الموجود عندي جوا. في الزاوى سالب ثلاثين. لازم احتفظ كمان على خصائص توصيل الدلتا. الان خصائص توصيل الدلتا عكس خصائص توصيلة Y بالزبط. كان في توصيلة YWN هي نفسه والفي لاين مختلف عن V الفاز. الان في توصيل الدلتا العكس زي ما لاحظنا هون زي ما لاحظنا هون نفس والايلان بتختلف. ايلان إذا أنا بدي أحسبها آيلان على خط النقل تساوي جذر الثلاث في الآي فيز الآي اللي جوه موجود هون في الزاوية سالب ثلاثين إذن نضرب جذر الثلاث في التيار اللي هون مع زاويته طبعا وكمان بنطرح من الزاوية ثلاثين درجة هاي هي توصيل الدلتا اللي إحنا لازم نركز على نوعية التوصيلات حتى نعرف نتعامل قدام مع الحلول مع الأسئلة حتى نعرف نحلها الآن أنا في عندي طبعا مش دائما أنا بوصل جزء واحد الآن الجزء اللي أنا وصلته اللي هو السورس المصدر أو الجنيريتر الآن بكون في عندي جزء ثاني اللي هو اللود الحمل إذن دائما بكون عندي الجنيريتر أو مولد موصول مع جزء ثاني اللي هو الحمل حتى يستهلك الطاقة الآن الجزء الأول هاي توصيل الدلتا وتوصيلة واي إحنا شرحناهم الآن هاي للسورس بالنسبة لللود للحمل نفس الإشي بكون عندي توصيلة واي وتوصيل الدلتا إذن هيك أنا صف عندي أربع أنواع من التوصيلات بين الحمل وبين المصدر بين المصدر اللي هو الجنيريتر أو المولد وبين الحمل أو المستهلك الآن صف عندي أربع توصيلات عندي YY بيكون عندي أول توصيلة اللي هي YY شو يعني YY؟ يعني المصدر Y والحمل Y الحمل طبعا بنرسمه من نفس الطريقة طيب ثاني توصيلة إيش هي؟ اللي هي Y دلتا يعني المصدر الأولى طبعا بتدل على المصدر والثاني بتدل على الحمل المصدر على توصيلته بشكل Y والحمل توصيلته بشكل دلتا الآن ثالث توصيلة إيش هي دلتا Y يعني المصدر توصيلته دلتا والحمل توصيلته Y رابع إيش اللي هو دلتا دلتا اللي هي المصدر بيكون دلتا والحمل بيكون دلتا بنفس الطريقة الآن أنا في عندي أربع أشكال من توصيلة الحمل مع الجنيريتر أو توصيلة الحمل مع المصدر الطاقة ويسا ان شاء الله راح ندرسهم خطوة خطوة كل نوع من فصله من حل عليه سؤال باذن الله. الان قبل هيك في اه للتحويل من دلتا الى واي. ممكن احنا النظام اللي عندي انا مثلا عندي توصيلة واي دلتا. طيب انا هاي الدلتا مش عارف احل عليها. بدي احولها لواي واي. زي الاولى. انا الاولى بعرف احل عليها اكثر. بالتالي بقدر احول هاي الدلتا لواي. كيف بحولها لواي. الزتة بعد دلتا تساوي ثلاث زت واي. هاي قاعدة عملة. متى القاعدة هي بتكون عندي اذا كان عندي نظام نظام متزن. واحنا ان شاء الله في مادة سلكتور راح دايما نتعامل فقط مع النظام متزن. ونحل على نظام متزن. وبالتالي لو جربنا لان نحل على القانون الزت التحويل من واي الى دلتا ودلتا الى واي. بتكون عندي نظام متزن. زت دلتا تساوي ثلاث زت واي. ليش? لانو راح نلاحظ انه زت واي تساوي زت تو تساوي زت ثري. لو عوض لو جرب انت عوض على قانون الزت دلتا وحطيت زيد وان تساوي زد تو تزاوي زيد بتصفي زيد دلتا تساوي ثلاث زد واي. وهيك ان شاء الله احنا راح نعل عليها ونفصلها بشكل تدريج ان شاء الله. الآن ابدأ بلش في اول نوع من انواع التوصيل اللي هو واخنا احنا. احنا عندنا اربعة نوع من واخنا. واخنا الان انا بدأ بلش في اول نوع اللي هو واخنا. طبعنا نبلش شو يعني اول اشي. شو يعني يعني نظام متزن يعني الفاز ايه? نفسه مساوي للفاز B نفسه مساوي للفاز C بكل إشي ولكن شو اللي بتغير بينهم اللي هي الإزاحة اللي هي المية وعشرين درجة إذن عشان هيك كيف أنا ممكن أتعامل مع البلانست كيف ممكن يساعد لي أنا ممكن أحسب كل إشي على الفاز A أستخدم الفاز A أطلع وأحسب عليه كل إشي بعدين أشفت مية وعشرين درجة حتى أطلع لB وليC بدون داعي ما أطلع B لحال وC لحال وA لحال وبالتالي أنا بطلع كل شي لأي بعدين بشفت بشكل مباشر هسا إحنا زي ما منلاحظ شو يعني Y Y الأولى للمصدر والثاني للحمل هسا نبلش زي ما منلاحظ هون المصدر أنا وصلته على شكل Y والحمل وصلته على شكل Y حسب التوصيل اللي تعلمناها قبل شوي الآن أنا بدي أحدد المسميات على الرسم اللي عندي موجودة هون أول إشي الموجود عندي هون حكينا إحنا من هون لهون من A للنيوترال عبارة عن فاز إذن V A N اللي هي V phase للمصدر طيب من A لB حكينا هاي اللاين يعني V A B طبعا اللي هي V line V line بين A و B طبعا كما للمصدر لأن هون المصدر هون الحمل طيب هسا إحنا بالشيالات لازم نركز عليها الجول بين هاي الفيز وبين بنسميها هسا التيار البمرق هون على خط النقل اللي احنا عرفناه قبل شوي اللي هو تيار اللاين هاي I line I A كابتل A small عبارة عن I line طيب احنا خلصنا من جهة المصدر هسا ندخل لجهة الحمل الآن الحمل حكينا V من A إلى N V من A إلى N بالنسبة للحمل هاي منسميها V طيب V من A إلى B منسميها إيش V line عشان إحنا نركز ونميز بينهم الآن في نظام بتكون عشان إحنا قلنا قبل شوي للتحويل من دلتا إلى Y بتكون Z1 Z2 Z3 اللي هي ZA ZB ZC عشان إحنا نقدر نحول من ZY إلى Z دلتا وهي إحنا منسميها ZY كل واحدة منهم إحنا منسميها ZY لأنه التوصيل الموجودة عن الحمل هي توصيلة Y إذن هذا اللي هو تيار A تيار A تيار line تبع A هاي تيار line تبع B وهي تيار line تبع C إحنا لازم نركز هون تحت إنه كيف وصلنا في توصيل منوصل القريب مع البعيد والقريب مع البعيد طيب لأ إحنا الآن ميزنا شو يعني phase وشو يعني line شو يعني I phase شو يعني I line شو يعني V phase شو معنى شو معنى V line لأن تيار البمرق هون جوه المنطقة هاي ها منسميه I phase تيار اللي هون I line هون I phase في توصيل Y زي ما إحنا منلاحظ I line هي نفس I phase لأنه نفس التيار بمرق جوه ولكن V line تختلف عن V phase لأنه V من هون لهون V phase وV من هون لهون عبارة عن V line هس أنا لو بدي أفرض V A N اللي هون قيمتها اللي أخدتها ك كريفرنس يعني كأشي ابتدائي إشي أساسي أعتمد علي V A تساوي V phase بالزاوي صفر أنا هاي خدتها V phase اللي هي قيمة معينة مثلا بما أنه أنا نظام بما أن نظام حكينا ال B من نقص مية وعشرين وال C من زيد مية وعشرين إذن V B N تساوي V phase بالزاوي سالم مية وعشرين وال V C N تساوي V phase بالزاوي موجب مية وعشرين هذول الشراءات احنا متفقين عليها من قبل الآن V A B حسب القانون اللي أنا حكيت عنه قبل شوي بداية لما شرحت عن لما شرحت عن عن كيفية التوصيلات حكينا في نظام ال الستار توصيلة الستار شو بكون عندي شو خصائص توصيلة الستار خصائصها انه و لكن V line يعني جذر الثلاث بالزاوي كم بالزاوي ثلاثين إذا جذر الثلاث بالزاوي ثلاثين طيب عسا لو أنا جربت أعوض هون في السؤال اللي عندي أنا بدي أحسب أنا هون حطيت V A N V B N V C N حسا بدأ حسب V A B بين A و B حسب القانون جذر الثلاث V phase اللي هي طلعت معي هون في الزاوي الثلاثين طبعا اللي هون نحن نخذها مع زاويتها إذا جذر الثلاث V A B ناخد جذر الثلاث V A N في الزاوي الثلاثين وبعدين ايش منشفت يا أما منطلع بس ل A ل A B ومنشفتهم B C منشفتها سالب طلعنا لو كل واحد لحال بتكون V B C تساوي جذر الثلاث V phase بالزاوي سالب تسعين و V C A جذر الثلاث V phase بالزاوي سالب ميتين وعشرة ولكن أي phase و أي V phase بناخدها الأولى اللي هي بالزاوي صفر تمام لو إحنا بننوخذ هاي بس مننقص إيش منشفت اللي هي المية وعشرين درجة بس طيب هسا لو أنا بدي أحسب التيار إحنا عكينا النظام بما أنه بقدر أنا أحسب على وبعدين أشفت طيب أنا لو بدي أرسم دائرة عسا في ها المثال اللي عندي هون في الدارة الموجودة عندي اللي أنا رسمتها بمشي زي هيك بس الدارة تبعت إيه الموجودة عندي هون اللي أنا محدد عليها زي هيك طيب شو موجود عندي موجود عندي زد اي اللي سميناها إحنا هون زد واي هيها ومشي هنا زي هيك وبس في عندي هون V A N ومنكمل الآن دائما إذا طبعا ممكن مش شرطة تكون بس الدارة زي هيك ممكن نحط لي زد للجنيريتر هذا هو طبعا جنيريتر ممكن نحط لي زد للجنيريتر أو أم نحطها مباشرة فوق الجنيريتر قبل ذلك لو حسب لي وكان عندي هون زد للجنيريتر بنحسب الزد تبعة الجنيريتر بنعمل عليها تمام زيك وممكن طبعا نكون حط لي I Z على اللاين هون Z تبعة اللاين ويحل عليها ما بتفري ولكن هيك رسمة الدارة الموجودة عندي ولا أنا رسمتها طيب إذا كان عندي رسمة الدارة الموجودة هون كيف بقدر أحسب قيمة I A هذا الموجود عندي هون I A اللي هو I line ونفسه I phase اللي احنا اتنفقنا عليه من الأول كيف أنا بدي أحسبه عادي عندي دارة بسيطة مكونة من مصدر وممانعة كيف بدي أحسبه على قانونه I A تساوي V A N الموجودة عندي هون المصدر على Z Y هاي فقط في حالة تساوي Z line تساوي صفر إنه ما في عندي لا Z line ولا Z generator طيب على فرض إنه كان عندي Z generator و Z line كيف بحسب التيار عادي نفس الإشي على قانون أوم بحط V A N على Z Y الموجودة عندي هون زائد Z line زائد Z generator إذا كانوا موجودة إذا ما كانوا صفر عادي نلغيهم ولا كأنه في شي طيب هس أنا خلينا نحل مثال على هذا الموضوع عشان نتأكد إنه فهمنا المعلوم بشكل واضح السؤال عندي زي هيك من صيغة السؤال هو بس بعطينا صيغة السؤال وإحنا من نرسم عشان هيك لازم نركز صيغة السؤال يعني أنا عرفت إنه الجنيراتر منصول على توصيلة Y معطيني الآن قيمة Z generator ل point two زائد جي point five هس أنا أعطاني إنه قيمة الجهد الداخلي للجنيراتر الموجود عندي هون يعني الموجود عندي هون قيمتها مية وعشرين بزاوية صفر اللي إحنا منعتبرها إيه دائما اللي بعطيني إياها بتكون إيه اللي هي الريفرنس ومنعتبر إذا ما أعطاني زاويتها بتكون زاويتها صفر إذن أعطاني أنا زيت generator وعطاني الجهد تبعه الموجود عندي هون وعطاني إنه موصول على شكل هاي رسمنا الجزء الأول تبع الجنيراتر رسمنا على شكل وحطينا الزيت تبعته الآن منكمل السؤال فيد إذن موصول عندي على شكل الزيت لو الزيت لو كم قيمتها تسعة وثلاثين زاويت جي ثمانية وعشرين هاي إحنا كتبنا تسعة وثلاثين زاويت جي ثمانية وعشرين وكمان معطيني بالسؤال زد اللاين فيه كمان موجود عندي زد اللاين قيمتها زاويت جي إذن هاي المعطيات السؤال هزا أول مطلوب طالبني بقول لي أرسم الدارة تبعة يعني دارة الفاز اي او الفاز بي او الفاز سي أنا بدي رسم دارة الفاز اي هاي رسمتها أنا موجود نيجي زي هيك احنا حكينا بنرسمها من هيك 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 هاي فاز اي نرسم موجود عندي هون زد تبع زد تبع هاي هاي تسعة وثلاثين زاويت جي ثمانية وعشرين موجود هون عندي زد اللي هون عطني ايها بالسؤال وهون زد جينيريتر كمان عطانيها بالسؤال هون المصدر تبع الجينيريتر لهو مية وعشرين في زاوية صفر عسا لازم الشغلة لننبه عليها وين الفي فيز بالنسبة للمصدر من اي الى النيوترن الاي بتكون بعد الزد جينيريتر اذا اعطاني زد جينيريتر ما بنحطها قبل بنحط بس هاي الفي فيز لا الفي فيز مش المية وعشرين بزاوية صفر الفي فيز من هون الى هون يعني الفي فيز بدأ تكون مية وعشرين بزاوية صفر ناقص اللي هو الهبوط في الجهد على هاي المنطقة على الزد جينيريتر هاي لازم نركز فيها هاي امر ضروري كثير جدا لانه تختلف الحل لو انت اعتبرت انه المية وعشرين بزاوية صفر هي الفي فيز بكون الحل كامل غمض طيب نشوف المطلوب الثاني بحكي لنا طالبني أنا كيف بدي احسب بما انه توصيل بما انه توصيل بدو كون نفسه يعني كيف بدي احسبها بالنسبة لهاي الدارة كيف بدي احسب هذو هاي تبع الدارة شو بتساوي تساوي الموجودة عندي هون مية وعشرين بزاوية صفر هاي عبارة عن دارة بسيطة متكون من مصدر الممانعات على مجموع الممانعات اللي عندي هون نفس القانون شرحنا قبل شوي مجموع الممانعات ايش هم الممانعات زد جينيريتر زائد زد زائد زد اللود الموجود عندي هون طيب لو احنا حسبنا قيمة كم تطلع قيمتها تطلع قيمة تساوي بزاوي سالب ستة وثاثين فاصل سبعة وثمانين دقري امبير طيب هسا بحكي يعني بده لأي ولأي لأي 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 طيب بزاوي سالب مية وعشرين وتساوي نفس قيمتها ولكن النقص منها مية وعشرين تطلع عندي ناقص مية وخمس ستة وخمس بوينت ثمانية سبعة و ساوي بزاوي مية وعشرين وتساوي وزاويتها ثمانين ثلاث ثمانين بوينت واحد ثلاث طبعا امبير هيك انا حسبت اول مطلوب اللي هو حسبناه مباشرة على القانون احنا رسمنا رسمنا طلعنا قيمة التيار اللي هو الجهد الموجود عندي على مجموعة الممانعات حسبت لايه هسا بس مباشرة بشفت مية وعشرين درجة بما انو بزت لبين طرحت مية وعشرين درجة ولسي جمعت مية وعشرين درجة بس للزاوي اللي موجود عندي الان شو ثالث مطلوب طالبني طيب بده هاي موجود عندي اللوت بالنسبة لل وين احنا حكينا الفيز بين الفيز والنيوترل يعني الموجودة عندي هون هون هي نفسها الطالبها طيب ايش بتساوي حسب الرسم الموجود عندي هون اللي احنا كتبناها ورسمناها ساوي في التيار الداخل فيها حسب قانون اوم اي اي في ال في الزد تساوي اي اي في الزد تبع اللوت اذا بس حسبناها بتطلع عنا قيمة تساوي مية وخمستاش بوينت اتنين وعشرين زاويتها سالب واحد بوينت واحد تسع دقري فولت طيب هسا الان بدي حسب قيمة الفي بي ان الفيز للفاز الثاني مش مضطرين نرجع نرسم الدار ونحط القوانين تبعتها ولكن مباشرة نفس الفي اي ان ولكن نطرح منها مية وعشرين درجة نفس القيمة اذا مية وخمستاش بوينت اتنين وعشرين وزاويتها سالب واحد ناقص كمان مية وعشرين طلعنا ناقص مية وعشرين واحد وعشرين بوينت واحد تسع فولت طيب كمان في سي ان بنفس الطريقة بنجمع لها مية وعشرين مية وثمنطاش بوينت ثمانية واحد فاك احنا منكون حسبنا او ممكن طريقة ذاية ممكن نحسب بدون ما نشفت ممكن نحسب تساوي اللي هي طلعناها هون في زد تبع البي اللي هو نفس زد تبع لي اللي هو زد اللوت فاك احنا منكون اوجدنا لللوت لللوت طيب حسا ثالث اشي ايش طالبني بحكي لي حكينا احنا وشرحنا انه في حالة الواي كونيكشن لود في حالة الواي في لاين تساوي جذر في فيز بزاوي ثلاثين هو بطالبني طيب كيف بدي احسبها بحسبها كالتالي اللي هو بين فازين احنا اتفقنا اذا اي اي بي تساوي جذر الثلاث ايفيز تبع اي في زاوي ثلاثين وتساوي جذر الثلاث فيه الايفيز تبع اي اللي احنا طلعناه هون تو بوينت فور وزاويته سالب ثلاث وستين تو بوينت فور ساويته سالب ست وثلاثين فاصلة ثلاثين سبعة في الزاوي ثلاثين احنا حكينا بنضرب الارقام ونجمع الزوايا تطلع عندي بالاخر قيمة اللاين هو طالبني اللاين فولتج عفوا مش 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 اللان كارنت انا طلعت هون اللان كارنت اللي انا حسبت علي وحسب لللاين فولتج يعني نفس عادي ما في مشكلة انا عند بنفس الطريقة نفس القانون جذر الثلاث في الزاوي ثلاثين ساوي جذر الثلاث في الزاوي اللي انا طلعته الزاوي الزاوي اللي هو مية وخمستاش بوينت اثنين وعشرين مع زاويتها طبعا مناخذها سالب واحد واحد ساعة في الزاوي ثلاثين حكينا نظر والقام وبنجمع الزاوي بتطلع عند قيمة مية وتسعة وتسعين بوينت خمسة ثمانية وزاويتها عشرين ثمانية وعشرين بوينت ثمانية وواحد ويك انا بكون حسبت للاين فولتج للأول عسا بدي حسب للاين فولتج للثاني نفس هذا الرقم ولكن بشفته كم مية وعشرين سالب اذا مية وتسعة وتسعين بوينت خمسة ثمانية وشفت الرقم سالب مية وعشرين اذا بطلع اندي سالب تسعين واحد سعين بوينت واحد تسعة فولت عسا نفس الطريقة نفس الرقم ولكن من شفت الرقم الموجود عندي هون من شفت زاويته نعمل ازاحة لزاويته بمقدار موجب مية وعشرين اذا موجب مية وعشرين مية واربعين ثمانية واربعين بوينت ثمانية وواحد فولت ويك انا بكون حسب للاين فولتج لأي وبي وسي للاين فولتج لأي وبي وسي عسا لو طلبني بده للجنيراتور احنا حكينا الفيز بين اي وبي الفيز مش المية وعشرين بيزاوي صفر ليش لأنه حكينا بين والنيوترل بتدخل قبل وبالتالي شو احنا بنعمل ايش بتساوي حسب بنعمل كيرت شوف هون على المنطق اللي عندي هون بتطلع عندي ال للجنيراتور اللي هي مية وعشرين بيزاوي صفر ناقص التيار بومرغون ناقص تبعت تبعت زج ايش تبعتها ال في الز زايد في ز جنيراتور اللي هي مية وعشرين بيزاوي صفر زايد طلع معي بالسؤال زايد تسلسلسلين بوين ثمني سبعة في زي تبع الجنيراتور زي تبع الجنيراتور زايد و هيك احنا بنحسب قيمة تطلع عندي القيمة مية وثمنطاش بوينت تسعة وزاويتها سالب بوينت ثري تو فولت طبس لو بدأ حسب الفيز فولتج على بنسبة للسورس ولكن ايش? الفي بي ان بنسبة الفاس بي نفس الرقم ولكن ايش منشفت زاويته كم منشفت زاويته مية وعشرين سالب لانه عنديい سالب مية وعشرين ثلاث ثنين سالب مية وعشرين بوينت ثلاث نين طيب من شفت زاويته موجب مية وعشرين بزاويته مية وتساتعاش بوينت ستة ثمانية. فولت فولت طبعا. هاي على ايش? على جهة على جهة السورس. اللي هو اي جهة? جهة السورس الموجود عندي. لازم احنا نميز شو مطلوب السؤال? انه طالبه جهة الجنريتر او جهة السورس. بحكي لنا منص السؤال احنا فيز او جنريتر تيرمينالز او جنريتر او اه او لود تيرمينالز. عشان نميز احنا شو اللي بنحسبه. هل هو عند الحمل ولا عند المصدر الطاقة الموجود عندي. لان ندخل نشرح الموضوع الثاني وهوーい دلتا كونكشن. اذن النوع التوصيل الثاني اذن تأخر انت توصيل ي الواي والحمل بكون توصيلته دلتا. احسنا نشوف كيف توصيل. احسنا نبلش بالحمل. الحمل هي توصيل ي زي ما منلاحظ وعادي بما اني انا هو مش حاط يعني مش مهم. هو مش حاطهاUn. هاي توصيلة وي بشكل طبيعي. من هون لهون بتكون ومن هون لهون هاي احنا اتفقنا عليها. اي اللي بدخل هون وهون بالنسبة للسورس. هسا انه يجي للحمل. الحمل توصيلته زي ما نلاحظون توصيل الدلتا هون زد دلتا هون زد دلتا هون زد دلتا. اللي نفسها زد هون تساوي زد هون تساوي زد هون لأن النظام عندي متزن. وبالتالي انا بحتاجش احل على اكثر من نظام بحل على نظام واحد وبعمل بشفت زي ما كنا نعمل. الان. التيار بدخله عندي هون بمشي من هون لهون منسميه اللي هو näيه فيز بتخل إحنا حكينا اسم it. علي بالت fella الحنا منحص النون sedans بدخل هون بتوزع يعني ما بساوي إن و لكن في لين من هون لهون هذا منسميrei V line. V line ايش بتساوي? V phase. V line من هون لهون هي نفس ال V من هون لهون. V line تساوي V phase. هسا ندخل اه طبعا هاي من الخصائص ال delta connection load. عسا ال i a b. ال i a b. انا بدي احسب ال i a b. ال i وين? i هون. i البمرق من هون لهون. كيف بدي احسبو? اذا انا معي الجهد من هون لهون ال V a b. ال V phase. وقسمته على الزد. بطلع ال i على قانون اوم. طيب. i a b زي هيك تحسب. ال V على الزد. طب هسا ال i a. i الداخل عندي هون. حتى نثبت القانون اللي طلعناه قبل شوي من الخصائص ال delta. هسا ال i a. لو اخدت انا كيس يقل هون. i a ايش بتساوي? مجموعة تيارات الداخل تساوي مجموعة تيارات الخارج. i a ايش بتساوي? i a b ناقص i c a. i a b لو عملنا على النقطة هاي. i a b ناقص i c a. طيب. زي ما احنا بنعرف. i c a هي نفس ال i a b. ولكن مش شفيتها سالب مئتين واربعين. لانه هون عندي نظام اي بي سي. اه اللي هو اه بوزيتف سيكونس. ال i c a هي نفس ال i a b ولكن يا ما بنطرح منها مئتين واربعين يا ما بنزيدلها مئة وعشرين. طيب. لو بس عملنا زي هيك وجمعنا هاي مع هاي طرحنا هاي من هاي. تطلع عندي ال i a تساوي i a b. i line. تساوي i phase. i a b و i phase و i a هي i line. في جذر الثلاث في زاوي سالب ثلاثين. اللي هو القانون اللي احنا شرحناه في بداية الشرح. بالنسبة لخصائص. الدلتا كونكتد. الدلتا كونكتد. يكون ال i line اللي هو ال i a تساوي. i phase في جذر الثلاث في زاوي سالب ثلاثين. هاي اشي لازم نركز عليه. لان v a b. ال v من هون الى هون. هاي من سميها v line. v a b. تساوي جذر الثلاث في فيز بالزاوي الثلاثين. اللي هي نفس الاشي من خصائص ال y. من خصائص ال y انه هو تساوي جذر الثلاث في فيز بالزاوي الثلاثين. هون الزاوي سالب ثلاثين. لازم نركز. بالنسبة التيار. بتوصيل الدلتا بيكون اه زاوي سالب ثلاثين. الجهد بتوصيل وي بيكون موجب ثلاثين. وبالتالي. هون انا حسبت v a b من هون الى هون. من الفاز a للفاز b بالنسبة للمصدر. v a b. تساوي جذر v line. v اللي عندي هون. بالزاوي الثلاثين. طيب هسا الجهد v line. بالنسبة للمصدر هو نفسه الجهد بالنسبة للحمل. ليش? لانه الجهد بالنسبة للمصدر بكون من هاي النقطة. لهاي النقطة. طيب لو لاحظنا هاي النقطة هي نفسه هون. وهي النقطة هي نفسه هون. وبالتالي. v a b كابتل موجودة عند المصدر. هي نفسه v a b small الموجودة عند الحمل. وبالتالي انا ممكن اوجد v line عند المصدر. وبتكون هي نفسه v line. v الفاز عند الحمل. v line عند المصدر. هي نفسه v فاز عند الحمل. وانا بقدر اطلع تيار الفاز عند الحمل. هسا في عندنا طريقة ثانية اللي هي للتسهيل على الحل. ممكن تكون طريقة الواي واي أسهل طريقة للحل والتالي إحنا شو منعمل هذه توصيل الدلتا ممكن إحنا نحولها لتوصيلة واي كيف؟ إحنا اعتماد على القانون بما أنه زد 1 زد 2 ثلاث والتالي زد واي زد التوصيل للواي زد دلتا على 3 إذن إحنا بنقسم زد دلتا اللي عندنا هون نقسمها على 3 وبتكون عندي توصيلة واي بتصير التوصيلة بدل واي دلتا بيكون نفس الحل ولكن توصيله بتصير واي واي ونحل على نفس حل المثال اللي حلنا قبله شوي إذن هاي الشغل لازم أركز عليها إذا كان هون الحل صعب أو مش مفهوم ممكن نحول الدلتا اللي عندي هون أحولها لواي كيف؟ أقسم زد واي تساوي زد دلتا على ثلاث وبحل بشكل طبيعي بتتحول التوصيل عندي واي واي بدل واي دلتا بتكون هيك رسمتها تكون زد واي اللي أنا طلعتها هون وهون التيار آي اي هون في اي ان الموجود عندي بالسؤال بخلينا نحن نحن على هذا الموضوع في عنا اكزامبل بحكينا يعني التوصيلة يعني المصدر موصول بشكل تساوي مية في زاوية عشرة يعني زاوية محطرناش مش دائما مفروض تكون صفر عادي ممكن تكون عشرة عشرين الاخرية يعني التوصيل الموجود عندنا واي دلتا زد لود تساوي ثمانية زائد جيل أربعة اوم لكل طيب لو حسب الرسم الموجود عندي هون نفس الرسم الموجود عندي بما انه ما ذكر لي زد جينيريتر يعني احنا منعتبرها صفر وبالتالي زد لان كمان صفر لانه ما ذكر ليها بالسؤال الان هو اعطاني الموجود عندي هون بالنسبة للجينيريتر قيمتها مية في زاوية عشرة طيب وكمان ايش اعطاني زد تبع يعني اعطاني نفس الرسم هاي وعطاني الجهد الموجود هون والزد الموجود هون عندي على اللود احنا حكينا كيف نحسب زي هيك سؤال اول اشي انا شو حكيت بس شرحت قبل شوي حكيت انه ال V من A الى B هون ال V line بالنسبة لل source هي نفسها ال V phase بالنسبة للحمل ليش؟ لانه ال V ان زي من الحمل لاحظ ال V من هون لهون هي نفسه ال V من هون لهون بالتالي انا بدي اطلع ال V line بالنسبة للمصدر للمصدر وهي بتكون نفسها ال V phase بالنسبة لهون ومنها بطلع تيار هيك طريقة الحل هيك التفكير بطريقة الحل اول اشي معناه انا لازم اطلع V A B بالنسبة للمصدر V A B حسب قانون اللي شرحناه قبل شوي اللي هو جذر الثلاث V phase بالزاوية ثلاثين اذا جذر الثلاث بالزاوية ثلاثين في اذا حكينا V A B تساوي جذر الثلاث في ال V phase في الزاوية ثلاثين اذا جذر الثلاث في الزاوية ثلاثين ضرب ال V phase كم ال V phase عندنا بالسؤال مية في الزاوية عشرة نضرب الارقام والزوايا من جمعهم بتطلع عنا قيمة ال V phase الموجود عندي بالسؤال بس حسبناها طلعت سبعين ثلاثة سبعين وزاويتها اربعين دقري فولت بك احنا حسبنا اللي هي الجهد بالنسبة للايش بالنسبة للمصدر هسا الجهد بالنسبة للمصدر ونفسه بالنسبة للايش للحمل يعني تساوي نفسها بالنسبة للحمل طيب هسا احنا شو من نعمل ننطلع تيارات وطالبنا بالسؤال الزاوية 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 في اي بي مية وسبعين ثلاثة سبعين فاصل اثنين بالزاويته اربعين على الزد دلتة كم قيمة الزد دلتة ثمانية زائد ج الاربعة تطلع عندي قيمة الاي اي بي الاي اي بي طلعت ما بالسؤال تسعطاش بوينت ثري سكس وزاويتها تلتتاش بوينت اربعة ثلاث دقري امبير طيب هاي الاي اي بي بما انه بوزيتف سيكونس اي بي سي يعني اي بي سي بتكون ايش ناقص مية وعشرين نطرح من زاويتها مية وعشرين اذا تسعطاش بوينت ثري سكس نفس قيمة اي وزاويتها ناقص مية وعشرين بتطلع عندي ناقص مية خمس سبع انبير طيب واي سي اي نفس الاشي بنجمع لها بنجمع لهاي الزاو مية وعشرين اذا تسعطاش بوينت ثري سكس نجمع لزاويتها مية وعشرين بتطلع عندي مية وثلاثة ثلاثين بوينت أربعة ثلاث ديقري امبير انا هسا طلعت ايش الفيز فولتج طلعت الفيز كرانت طلعت الكرانتون الكرانتون والكرانتون هسا انا شونا قصني اطلع اللاين كرانت وطالبني السؤال اللاين كرانت كمان يعني طيب احنا حكينا الاي اي اي ايش بتساوي اي اي بي اي اي بي في جذر الثلاث في الزاو سالب ثلاثين اذا اي اي ساوي اي اي بي تسعطعش بوينت ثري سكس مع زاويتها ضرب جذر الثلاث في الزاو سالب ثلاثين لانه الاي لاين تساوي اي جذر ثلاث ايفيز بتزاوي سالب ثلاث هاي من خصاصة الدلدة بتطلع عندي قيمة الاي اي اي ايش بتساوي تساوي ثلاث ثلاثين بوينت خمس ثلاث زاويتها طبعا نجمع هاي الزاوية مع هاي ثلاثتاش بوينت اربع ثلاث ناقص ثلاثين بتطلع معي مينس ستعاش بوينت خمس سبع دقري ايش امبر طيب هسا اي بي نفس قيمتها ولكن من شفتها من نقص منها مية وعشرين لانه اي بي سي سيكونس اذا ثلاث ثلاثين بوينت خمس ثلاث وزاويتها ناقص ستعاش ناقص مية وعشرين اذا ناقص مية ثلاثين ستة وثلاثين بوينت خمس سبع امبير واي سي طبعا نجمع لها مية وعشرين بنجمع لها الى ال اي اي مية وعشرين ثلاث ثلاث ثلاثين بوينت خمس ثلاث بزاويتها مية وثلاث بوينت اربع ثلاث امبير واي احنا بنكون حسبنا الفيز وآآ كارنت واللاين كارنت عن طريق آآ قوانين مباشرة وحل مباشر طبعا في عنا طريقة ثانية اللي نحل عليها اي نفس السؤال هو معطيني الزد الموجودة عندي هون معطيني ايها بالدلتا ممكن انا احولها لواي اقسم زد واي آآ ممكن احولها لو واي اقسم زد دلتا اللي اعطانيها بالسؤال اللي كم قيمتها ثمانية زائد جيل اربعة اقسمها على ثلاث بتتحول عندي الدارة لايش لواي واي ومنحل نفس طريقة السؤال السابق رب الان الجزء الثالث او النوع الثالث من انواع التوصيل دلتا دلتا كونيكشن يعني الحمل موصول دلتا والسورس المصدر موصول دلتا اثنين موصولين بشكل دلتا الآن زي ما هو موضح الرسم هون في عندي هذا بشكل دلتا وهون بشكل دلتا هون اي بي سي اي بي سي سمول طبعا وكابيتل طيب الآن انا عندي التيار الداخل هون هذا معروف ومن الفي من هون وهون في فيز ونفسها تلقي الليش لانه حكينا البي من بين اي وبي اللي هي في لائن بين تو فيز اللي هي في لان وكمان البي الموجودة عندي هون هي نفسها في الفيز اللي عند اه اللي هي في فيز وبالتالي الفي فيز سوا في ان هاي من خصاص توصيلة الدلتا وهون كمان نفس الاشي البي من هون لهون هي نفسها في فيز طيب تيارة بدخول هون جو الحمل هاظ هو turned out اي اي بي. اي اي بي سي. اي سي اي هو الائ فايز. التيار البره هو اي لين. هايش المصطلحات نحن نازم ميزة ونكون عارفينها. طيب. الان خلينا نلاحظ بس ملاحظة بسيطة. انه هون هي نفس ال ارتفقنا عليها. هون هي نفس ال فايز. طيب ال الموجودة عندي هون هي نفس ال موجودة عندي هون. انا بالتالي ممكن اه تكون معيا. تبعت المصدر ينفسها للمصدر ينفسها للحمل ونفسها للحمل. وبالتالي بطلع منها تيار اللي جوه هون. بقسم بقسم اللي طلعت معي هون على ايش? على الزد. بطلع معي التيار. وبحسب التيار لهون وبحسب التيار لهون. والآي اي بحسبه حسب قانون اللي احنا حسبناها. تساوي في جذر ثلاث في زاو سالب ثلاثين. والتالي لو احنا فرضنا انها تساوي في فاز بالزاوى صفر. فرضناها بما انه من نقص من ها مية وعشرين. بما انه من زادلها مية وعشرين. الان اللي هون تساوي اللي هون. نبين لانه هون هي نفس ونفس اللي هون هو نفس اللي هون. واضح. وفي بي سي اللي هون هي نفس الفي بي سي اللي هون وفي سي اي وفي سي اي اللي هون هي نفسها في سي اي اللي هون. هاي متفقين عليها. ولكن هاي بشرط واحد. انه اللاي الموجود عنده هون ما في عليه اي زد. يعني زد اللاي دائما تساوي صفر. اذا هاي القاعدة مزبوطة انه اللي هون هي نفسها في اللي هون. في حالة انه الزد اللي هون تساوي صفر. إذا كان في عندي زد اللي هون بتكون V اللي هون تساوي V الموجودة عندي هون VAB ناقص V تبعت الزد تبعت اللاين هاي عبارة عن سيرك لازم احنا نكون عارفينها طيب الIAB الموجودة عندي هون حكينا منطلع الV phase VAB الموجودة هون بنقسمها على زد على زد دلتا طيب هسا كيف ننطلع الIA اللي هون I line اعتمادة على خصائص توصيل الدلتا I line اللي هو الIA تساوي جذر الثلاث في I phase بالزاوي سالب ثلاثين إذن جذر الثلاث في I phase بالزاوي سالب ثلاثين طيب ننخل مثال التوضيع عشان نبين كيف طريقة الحل عليها الآن في عندنا سؤال بحكي لنا دلتا لود معطينا الزد له إذن لود موصول بتوصيل الدلتا معطينا الزد له عشرين ناقص جيل خمستاش والدلتا سورس كمان السورس موصول بتوصيل الدلتا والVAB له ثلاثمئة وثلاثين ديقري بما أنه ما أعطاني لا زد جنريتر ولا زد لين معناها قيمتهم صفر كالكولي بدو الفيز كرنط اللي هو الفيز كرنط موجودات هون IAB و IABC و ICA وكمان بدو اللين كرنط IA و IB و IC أنا كيف بدأ أوجدهم مع الVAB مع الV اللي هون ومع الزد بس طيب الVAB اللي هون اللي هي V phase هي نفس الV لين مضبوط وبما أنه ما عندي زد اللاين وبالتالي الV اللي موجودة هون هي نفس الV phase لايش للحمل هي نفس الVAB للحمل إذن VAB هي نفس الVAB اللي عند الحمل VAB اللي عند الحمل وتساوي ثلاثمئة وثلاثين بالزاوي صفر طيب بطلع تيارات الفازات IAB IBC و ICA طيب IAB بما أنه عندي V phase للحمل ثلاثمئة وثلاثين بزاوي صفر بقسمها على الزد للحمل كم الزد للحمل طلعت ما بالسؤال العشرين ناقص J الخمسطاش وبعوية مباشرة على الكالكوليتر بتطلع عندي قيمته اللي هي ثلاثتاش بوينت اثنين وزاويتها ثلاثين ستو ثلاثين بوينت ايت سفن ديجري أمبير هيك أنا طلع عندي بحينا طلعنا IAB للفاز الأول إذن I phase بين A و B اللي طلع ما أنا ثلاثتاش بلسطة اثنين وزاويته هسنا نطلع للفاز الثاني IBC بما أنه نفس الاشي ولكن من شفت زاويته نعمل إزاحة لزاويته إزاحة بمقدار كم؟ بالمقدار سالب مية وعشرين تطلعنا زاويته سالب ثلاثة ثمانين بوينت واحد ثلاثة ديجري أمبير طيب ICA نفس الرقم وزاويته نفس الزاوية هيا ولكن موجب مية وعشرين بنضيفها له طعنا مية وخمسين ستو خمسين بوينت ثمانية سبعة ديجري أمبير هيك من كون إحنا طلعنا الـ I phase phase current IAB IBC ICA الآن بيكون نقص عليها نطلع الـ IA والـ IB والـ IC اللي هما line current حكينا الـ IA بتساوي جذر الثلاث في الـ I phase اللي هو I phase بين A و B في الزاوية سالب ثلاثين إذن حكينا IA جذر الثلاث وزاويته سالب ثلاثين مضروب في إيش في الـ IAB الـ IAB ثلاثتاش. فاصل اثنين وزاويته. وايك احنا بنحسب قيمة الاي اي بطلع معنا بالسؤال. اثنين وعشرين. بوينت ايت سكس. وزاويته سيكس بوينت ايت سفن ديجري امبير. وبنحسب الاي بي بنفس الطريقة والاي سي الاي بي بنفس الرقم ولكن زاويته بتكون بنطرح منها مية وعشرين درجة. والاي سي نفس الرقم ولكن زاويته منضيف لها مية وعشرين. انا اخر شكل من اشكال اي اه التوصيل بال được الهو بالانست دلتا واي كونكشن. بالانست دلتا واي كونكشن يعني المصدر توصيلته دلتا والحمل توصيلته واي. زي ما ملاحظ هون توصيلة المصدر دلتا. بهذا شكل توصيلة الحمل واي. احنا بنعرف انه هون اي اي اللي هو آي لاين. اي بي آي لاين. اي سي هو آي لاين. بالنسبة لهون للحمل اي لاين هو نفسه اي فيز لانه اي لاين هو نفسه بدخل جوه الفازات. ولكن بتختلف عن بالنسبة للمصدر تختلف عن ولكن هي نفسها. هسا كيف ننحل هذه الطريقة? ممكن يائما نحول الحمل نحوله لدلتا او المصدر نحوله لواي. الافضل انه نحول المصدر لتوصيلة اسهل علينا. هسا يتم تحويل المصدر الى كيف نحوله لواي. ونا نوجد ال ال free 오빠ز على الجذر الثلاث في الزاوية الثلاثين والزاوية السالب ثلاثين هيك احنا منحول من توصيل الدلتا لتوصيلة واي. بهذا الشكل اذا كان عنده هاتف توصيلة شو بنعمل? منطلع وال تتحول هاتف توصيل الواي وواي و نفس اول نفس اول طريقة اعتمدناها وهي وبتحول نفس الطريقة بس مباشرة احنا منعوض على القانون منطلع V-A-N و V-B-N و V-C-N تحول توصيل عنا ل Y-Y ونحسب بنفس طريقة اللي كنا نحسب عليها بالأول تتحول زي هيك Z-Y دارة بسيطة Z-Y وهون المصدر اللي هو البسيط عندي هون ل V-Fase على جذة الثلاث في زاوية سالب ثلاثين هسا بس نلاح ملاحظة A-V-Fase له V-A-B V-A-B مع زاويتها نقسمها على جذة الثلاث والزاوية ايش نطرح من زاويتها كمان ثلاثين درجة هسا ال V-B-N كمان هسا ال A-N ال B شو منعمل منها منطرح منها مئة وعشرين هون كان تسالب ثلاثين طرحنا منها مئة وعشرين صارت تسالب مئة وخمسين زدنا لها مئة وعشرين صارت موجب تسعين وزي هيك منحول توصيلها من دلتا Y إلى Y-Y ومنحل بنفس الطريقة اللي كنا نحل عليها بأول مثال الآن نأخذ آخر موضوع في هذا الشابتر لPower Inbalanced System كيفية حساب الباور في Three Phase System نفس الطريقة اللي كنا نحسبها في بداية الشرح في شابتر الباور نفس القوانين نفس كل إشي ولكن بيختلف عندنا اختلاف بسيط إلا أن إذا أنا بدي أحسب ال Active Power اللي هو اللي هي Power Average أو بالوت وحدتها ال Active Power اللي حكينا عنها كيف بدي أحسبها ال P total إلها 3 V phase في I phase في كوسين الثيتا إذا نفس طريقة الحل نفس القانون ولكن نضرب في ثلاث ليش؟ لأنه عندي Three Phase System إذا نفس طريقة الحل ولكن بضرب في ثلاث لأنه أنا عندي Three Phase System أو الثلاث هاي في حالة إن استخدمت ال V phase إذا استخدمت ال V line وإذا استخدمت الجذر الثلاث V line I line cos theta ال Reactive Power كمان نفس الإشي نفس القانون اللي إحنا بنعرفه إذن Reactive Power Q total للنظام كامل Three V phase I phase في sin الثيتا أو جذر الثلاث V line في I line في sin الثيتا طيب عسل Complex Power Complex Power اللي هو مجموع المجموع Complex Power لل Three Phases اللي هو S من A و S من B و S من C طب S من A V A في I A conjugate حسب ما نذكر قانون Complex Power ال V B كمان نفس الإشي ال S لل B V B في I B conjugate وال V C نفس الإشي الآن ال S total ال Complex Power total للنظام له ثلاث V phase I phase في الزاوية theta phase اللي هي نفس الطريقة ونفس القوانين اللي كنا نحل عليهم في الشابتر البور ولكن هم نضرب ثلاث وهم نضرب ثلاث وهم نضرب ثلاث في حالة استخدم الفيز الفيز V phase وال I phase طيب هسا ال Apparent Power نفس الإشي 3 V phase في I phase أو تساوي الجذر التربيع ل B total تربيع زاد Q total تربيع إذن احنا منلاحظ أنه البور في 3 phase system نفس طريقة حسابها في single phase system ولكن مجرد احنا منضربها في ثلاث اللي هو حسب بعدد الفيز لأنه احنا نستخدم نظام 3 phases احنا منضربها في ثلاث وإكثر إن شاء الله بكون خلص الشابتر 12 اللي هو والشابتر خيف من در سركتو